نفذ مشروع مسام لنزع الألغام عملية إطلاف وتفجير لألف واربعمائة وثلاثة عشر لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في باب المندب بالساحل الغربي مساعد مدير عامل مشروع قاسم الدوسري أكد أن عملية الإطلاف التي نفذها الفريق ثلاثين الخاص بجمع وإطلاف القذائف تعد العملية السبعة والأربعين لمشروع مسام في الساحل الغربي والتاسع والتسعين لمشروع مسام في بلادنا وأوضح أن المشروع نفذ أيضا العديد من عمليات الإطلاف عبر تقنية التسجيط خمسمائة وهي تقنية مبتكرة يتم فيها إطلاف الألغام عن طريق الحرق نظرا لخطورة نزعها